القناة الإخبارية الجديدة صوت الشعب وحسب وكالة فرنس بريس فإنما خرج به الأمير القطري في هذا الاتصال يعود هذا هو أول تعليق للأمير القطري على مسألة العلاقات مع طهران عقب تسلم الدوحة المطالب الثلاثة عشر من السعودية والإمارات والبحرين ومصر وأكدت الوكالة الفرنسية أن الأمير القطري قال إن الدوحة منفتحة على التعامل والتعاون مع إيران وأن العلاقات بين البلدين قوية ومتنامية من جانبه أكد الرئيس الإيراني وقوف بلاده حكومة وشعبا إلى جانب حكومة وشعب قطر وقال روحاني إن سياسة طهران هي تنمية العلاقات أكثر فأكثر مع الدوحة مضيفا أن مساعدة الاقتصاد القطري وتنمية العلاقات بين القطاعين الخاص للبلدين يمكن أن يخدم أهدافين المشتركة وأبد الرئيس الإيراني حسب الوكالة الفرنسية استعدت طهران للمساعدة ولا بذل ما تستطيع من جهود لتهديئة الأوضاع في المنطقة مشددا أن بلاده لا يمكن أن تقبل بمحاصرة قطر وهي تفتح كل حدودها البحرية وأراضيها وأجوائها أمام الدوحة إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر إعجاب واشتراك وشارك ذلك مع أصدقائك صوت الشعب ترجمة نانسي قنقر